شارلي إبدو تعلن التحدي وتنشر صورا مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم الكل يقول بل أساءت لنفسها الكويت تريد إنفاق 155 مليار دولار في مشاريع تنموية بالرغم من انخفاض أسعار النفط التبادل العلمي والبعثات الثقافية هل تزيل الحواجز بين الشعوب؟ هذه الموضوعات سنتناولها في هذه الجولة من هذا البرنامج دعونا بدء النقف مع آخر وأهم الأخبار حتى الساعة تنظيم القاعدة في اليمن يتبنى اعتداءات باريس باراك أوباما يطالب الكونغرس بتفويض لاستخدام القوة ضد داعش إيران تسعى لتحقيق التقدم في مباحثاتها مع كاري حول برنامجها النووي واستقالة الرئيس الإيطالي جورديو نابولتيانو موسيقى 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 اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام دعونا نبدأ بالحدث الأبرز اليوم شارلي إبدو هذه الصحيفة التي ذع صيطها في الأسبوع الماضي بعد أن ملأت كل الدنيا بعد حادث الاحتداء على هذه الصحيفة واغتيال 12 أو 10 أشخاص على وجه التحديد من الصحيفة واثنين من الشرطة الفرنسية في حادث قام فيه العالم ولم يقعد شارلي إبدو وعلى ما يبدو تعاطف معها الكثيرون إبان هذه المحنة على الرغم من أنها كانت على الدوام تنشر صور مسيئة لكل الأديان الحقيقة الإسلام والمسيحية واليهودية إلى مذلك ولكن يبدو أن هذه الجريدة عادت لترد بشكل أكثر سخونة ربما من وجهة نظرهم ويعرض العالم لكثير من المشاكل ويتعرض مع احترام محتخدات الآخرين ونشرت في عددها بعد هذه الحادثة صورة مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم على غلاف هذه المجلة كبريات المجلات في العالم والصحف رفضت أن تعيد نشر هذه الصورة من ضمنها حتى الـ CNN في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت دار الإفتاء المصرية حزرت أمس هذه الصعيفة شارلي إبدو من وضع صورة مسيئة للرسول واليوم داعش أيضا تحذر وإيران ومفتي القدس يستنكروا هذا الفعل أنا معي مباشرة من الرياضة الأستاذ عبد الرحمن الطريري الكاتب والصحفي في صحيفة الحياة سيكون معي ومعي من القاهرة أيضا الدكتور مختار غباشي الذي سينضم إلينا وهو نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية وسينضم إلينا أيضا من باريس الأستاذ وليد عباس الصحفي في مونت كارلو أرحب بضيوفي جميعا نبدأ بالرياضة أستاذ عبد الرحمن الطريري يعني شارلي إبدو لعلها ترد على طريقتها الخاصة بمزيد من الإساءة والرسوم المسيئة وكأنها توجه رسالة على حد قولها للإرهابيين بأن عملكم هذا لن يسنين عن الطريق وأننا ماضون في طريق الحرية حرية الكلمة والتعبير إلى أي مدى هم بهذا السلوك ربما يرجع الجميع إلى المربع الأول خاصة في ظل تجاهل لمشاعر ملايين المسلمين في أنحاء العالم وإصرارهم على نشر هذه الصور المسيئة وكأنهم يعاقبوا هؤلاء المتطرفين ويعاقبوا كل المسلمين في أنحاء الدنيا السيد الخير أستاذ الطيب أنا بداية حاولت أن أفهم التصرف الصحيفة فذهبت إلى الإعلام الفرنسي ابتداءاً شارلي إبدو ظهرت بهذا الغلاف تقول الحرية هي حق التعبير هم أرادوا أن يجسدوا من خلال عدد اليوم أنه ليس لديهم مشكلة مع الإسلام ولكن هم قيم الحرية عندهم أكبر من كل المقدسات أو بمعنى آخر هم يرون أنه مقدس عند غيرهم ليس مقدس عندهم إلا الدستور الفرنسي والقانون الذي يسمح لهم بالتهجب شارلي إبدو تتهكم على رجال الشرطة على السياسيين على الأديان الثلاثة ما قدمناه لهم اليوم أنه ارتفعت مبيعاتهم إلى خمسة مليون نسخة كانوا مقررين حسب ما ذكرت القارديان قبل ساعتين كانوا مقررين يطبعون ثلاثة مليون نسخة الطوابير وصلت في باريس من الساعة السادسة والنصف صباحاً أشد من الطوابير التي كنا نراها للآيفون طبعت في أكثر من خمسة وعشرين دولة بستعشر لغة ونفذت جميع النسخ الواقع أن قيم الحرية هذه التي تناسب الفرنسيين لا تستقيم مع وضع العولمة اليوم فرنسا ضمن دول تحارب تنظيم إرهابي هو داعش في سوريا داعش حقيقة يتكوى من أكثر من عشرين جنسية فبالتالي لم يعد لك مسموح أن أنت تسمح بحرية إعلام بالشكل هذا توذي آخرين خصوصاً مع الإنترنت يعني نحن في الرياضة التي قرأها في أي دولة في العالم تقرأها وأنت تحفز مشاعر المسلمين ضدك صحيح والأسوى أنك تعطي شرعية للمتطرفين أن يقوموا بهذه الأعمال التي الإسلام أساساً هو ضدها صحيح صحيح سيد السلام عبد الرحمن وإذا سلمنا جدلاً بأن هذه هي قداسة الحرية وأنها حرية لا حدود لها وبالتالي هم يتدثروا بهذا الغطاء ليبرروا هذه الأفعال هل يجرؤوا مجرد الجرأة في فرنسا أن يتناولوا أي موضوع يخص اليهود أو السامية أو الهولوكوست بأي حال من الأحوال لا أعتقد أنهم لا يجرؤون لأن هناك سلطة طبعاً الاقتصاد والمال والتي تطغى على حتى الدستور الفرنسي إذا صح التعبير خيوط الشبهة تدور طبعاً على الشخص الذي كان على يمين الرئيس الفرنسي وأقصد فيه رئيس وزراء الدولة الصغيونية وأنه سعيد بهذا الموضوع وتأجيج الموضوع ومحاولة دفع الموضوع إلى أنه السوء في الإسلام وبالتالي حتى يسقط الموضوع على خصوم الفلسطينيين الذين قاموا بخطوات متقدمة في الحقوق السياسية آخرها انضمامهم للمحكمة الجنائية نعم صحيح وذات الصحيفة قامت قبل فترة قريبة بإنهاء خدمات أحد صحفيها لأنه اتهم بمعادلات أسامية إذن هذه المقاييس والمعادلات غير المتزنة قد تسهم في مزيد ربما من صب النار على الزيت في ظل هذه الأجواء وكما تفضلت وذكرت قد يجد كثير من المتطرفين بأنهم على حق اليوم فقط كثير من المتعاطفين مع هذه الصحيفة من المسلمين الذين تابعوا بما حدث في الأسبوع الماضي ربما عادوا إلى المربع الأول والبعض منهم ربما ذهب أكثر من ذلك وقال بأن هذه الصحيفة تستحق ربما هذا العقاب رغم اختلاف الجميع عليه الآن مسألة تجاوز ملايين المسلمين في أرحاء العالم ومتابعة المتطرفين في أعمالهم إلى أي مدى يدل هذا على أن الفهم للدين الإسلامي لا زال يحتاج ربما إلى الكثير في سبيل التحاور مع الأديان يعني أنت عندما تتجاوز كل هذه الملايين وتقوم بنشر هذه الرسوم التي من خلالها كان المتطرفون هم أصحاب الجريرة أو أصحاب التهمة هذا يعني بأن لك رأي في الإسلام كله ما المفروض عمله في هذا السياق أستاذ عبد الرحمن يعني في النهاية في الدول الغربية عديد من وسائل الإعلام يسيطر عليها رؤوس أموال يهودية فهي بالتالي تستغل أحداث مثل هذه لتقول أن هؤلاء هم المسلمون وليس إرهابيون من قاموا بالاعتداء على الصحيفة وقتل الصحفيين كانوا موجودين في سجن فرنسي إذن أولا السجون الفرنسية هي التي وفرت لتحولهم إلى مضطرفين من هناك في السجن هيئ لهم أنكم تستطيعون أن تقومون بالجريمة ولكن مضافا إلى ذلك سوف تذهبون إلى الجنة أوامهم بذلك الجيد أن بعض الصحف الفرنسية كانت تتكلم لغتها وليس لغتنا في مقال جنة الحرية ريتشارد مالكا يقول أن تشارلي كانت أكثر حدة في الهجوم على الرموز المسيحية أراد أن يرسل رسالة المسلمين ليس مشكلتنا مع الدين أعتقد أننا لا نريد أن نعيد نموذج قوانتنامو قوانين جميلة في أمريكا ثم أمريكا تضربها عرض الحائط لدينا في المنطقة أكثر من 11 صحفي قتلوا في سوريا منذ بدء تجاهل الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية لما يقوم به بشار الأسد من عنف لدينا أيضا في لبنان سمير قصير جبران تويني كلهم قتلوا لتخاذوا الغرب وبرقمتياته مع نظام الأسد ومحزب الله وعدم الدفع إلى اليوم لتخرج محكمة الحريري بالنتيجة بعد 9 سنوات من ذلك على فكرة قتل الحريري 2005 في نفس السنة التي نشرت فيها الصحيفة الدنمركية الرسم المسيئة للرسول اسمح لي أستاذ عبد الرحمن أن سأعود إليك بطبيعة الحال أن ننتقل عبر الهاتف لباريس الأستاذ وليد عباس الصحفي في مونت كارلو أستاذ وليد إذن كما تعلمها هي صحيفة شارلي إبدو ترد على طريقتها الخاصة برسم مسيء جديد للرسول صلى الله عليه وسلم في محاولة ربما لتجاوز ما حدث وتوصل الرسالة بأنها ماضية قدما في طريقة الحرية وأن الإرهابيين لن يستطيعوا أن يسكتوا صوتها ما هو إحساس وشعور خمسة ملايين مسلم فرنسي كانوا إلى حد ما يتجاوبوا ربما أو يتعاطفوا على أقل تقدير مع الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي لذات الصحيفة يعني سحي أنا لا أستطيع طبعا أن أقل مشاعر خمسة مليون مسلم فرنسي لأنني لا أعرفها بصورة دقيقة ولأنهم أيضا يختلفون فيما بينهم يعني مسلم فرنسا ليسوا كتلة واحدة تتحرك بنفس الشكل ولها نفس ردود الفعل عموما مسلم فرنسا في المرحلة في الأيام الماضية في حالة من القلق الشديد نتيجة الاعتداء الإرهابي على شارلي إبدو وانعكاساته عليهم بطبيعة الحالة هناك من انزعج بشدة من الرسمة الجديدة الذي نشرته صحيفة شارلي إبدو على أغلافها الصادر بعد عملية الاعتداء وهناك من هو يعني غير لا يبالي بهذا الأمر حاليا الردود الفعل مختلفة يعني أن مسلم فرنسا ليسوا كتلة واحدة نعم أستاذ وليد شارلي إبدو تقول في معرض تبريرها لهذا الفعل بأنها هذه هي قداسة الحرية والحرية بمعناها الكامل الواسع الذي تعيشه فرنسا لذلك هي ليست معنية بأن تنشر مثل هذه الصور للديانة الإسلامية أو المسيحية أو غيرها هل كانت هذه الصحيفة نفسها تجرؤ مجرد الجرأة ولو في تلميح أو إشارة لكل ما من شأنه ربما أن يورطها في قضية كبيرة في فرنسا سأعني بذلك مزألة السامية والعدائلة السامية واليهودية وما إلى ذلك هل هذه بعيدة عن مبدأ الحرية؟ هناك شيئين تتعرض لهم شارلي إبدو مما لا شك في أنها تعرضت للديانة اليهودية كغيرها من الديانات كديانة يهودية تفقى هناك قضية لها حساسية خاصة في أوروبا عموما وفي فرنسا بصورة خاصة هي قضية المحرقة قضية المحرقة تدخل في إطار القوانين الفرنسية هناك قوانين في فرنسا تجرم إنكار المحرقة وتعرض من يقوم بذلك لأحكام بالسكن ولكن يجب القول أن صحيفة شارلي إبدو تعرضت للديانة اليهودية والرموز للديانة اليهودية بذات الشكل الذي تعرضت فيه نعم سواء للديانة الإسلامية أو الديانة المسيحية نعم أستاذ وليد أنت تعلم أن الأديان وقداسة الأديان تعني كثير لدى الناس بغض النظر عن هذه الديانة إن كانت مسيحية أو الإسلام أو اليهودية نفسها لماذا لا تبادر الدول الأوروبية كفرنسا مثلا التي وضعت هذا القانون ضد المحرقة حتى توقف هذا الجدل ربما أن تضع قوانين بذات الشكل فيما يتعرض بالأديان وأن الحرية لا تتعارض مع الحفاظ على قداسة الأديان خاصة أن كثير من المسيحيين حتى اليوم كثير من الصحف أيضا رفضت أن تعيد نشر هذه الصورة المسيحة وأعتبرت أن ذلك غير مناسب بغض النظر عن توجه الصحيفة بالتأكيد هناك الكثير من المسيحيين الفرنسيين الذين يستقون من نشر هذه الصورة أو هذه الصورة في التعامل مع الأديان ولكن يجب القول أن هنا في فرنسا القضيتان لا علاقة لهم ببعضنا البعض بمعنى أن المحرقة يعتبرون في فرنسا أنها جريمة ضد الإنسانية ارتكبها بشر في حق بشر آخرين وبالتالي إنكار هذه الجريمة نتيجة لحجمها وهذا وفق التحليل الغربي يجب أن يجرم أما التعرض للمعتقدات أو رفض معتقد أو الإيمان بمعتقد آخر فبالنسبة لهم هنا هو أحد أسس حرية الرأي والمعتقد والتعبير بمعنى أنه من حق من حق الغير المؤمن أن يجاهر بغير إيمانه ويهاجم الأديان ومن حق المتدين أن يجاهر بإيمانه ويهاجم غير المتدينين هو حق في التعبير المجتمع هنا يكفر لكافة الأطراف نفس الحق سواء الجهر بما يؤمنون به والهجوم لفظا طبعا الهجوم بمعنى التعرض باللفظة أو بالأفكار للمعتقدات الآخرين بصورة متساوية وبالتالي ليس من الوارد هنا الزرق قوانين تجرم التعرض أو الإساءة لدين أو معتقد آخر نعم الحديث يقود أستاذ وليد وأنا لا أستطيع أن أحكم على كل الشارع الأوروبية وعلى كل الفرنسيين ولكن على ما يبدو عندما حدث هذا الهجوم ووقع على صحيفة شارلي إبدو تعاطف المسلمون بطبيعة الحال مع هذه الصحيفة وهذا الحادث بل وأنهم استنكروا وقووا هذا الحادث ووصفوا مقام به بأنهم متطرفين متشددين مغالين أرادوا أن يأخذوا حقهم بيدهم من هذه الصحيفة وهو سلوك مرفوض لكن يبدو الآن أن الفهم للإسلام بشكله العام خاصة من خلال الرد على رد هذه الصحيفة أن المسلمين كلهم شركاء ربما في مزألة العنف وما إلى ذلك يعني يتجاوزوا هذه الملايين ويركزوا على سي مليون متطرف إسلامي في العالم كيف هي الموازنة في هذا الاتجاه يعني حتى الآن حتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أقول مما رأيته خلال الأيام الماضية أن كل الفرنسيين أو حتى أغلب الفرنسيين يعني ينظر إلى المسلمين عموما كمسؤولين عن هذا الاعتداء وعن الإرهاب إن صح التعبير ولكن مما لا شك فيه أن هناك قوة تحاول الصيد في الماء العكر قوة اليمين المتطرفة التي تعادي باستمرار الأجنبي والذي ينتمي إلى دين غير الأديان السائدة في الغرب وتحاول طرح قضية الهجرة كأحد أسباب الإرهاب هذه القوة مما لا شك فيه تحاول أن تقنع أو تقوم بدعاية إلى أن كل المسلمين هم بهذا الشكل وأن المسلمين عاجزون عن الاندماج في مجتمعات غربية وذلك تحقيقا لسياسة معينة هذا لا يمنع هذا لا يمنع أن الفرنسيين عموما حتى ولم يكونوا معاهدون للإسلام أو ينظرون المسلمين ككسلة واحدة ولكنهم يطبحون السؤال من الشك فيه للمؤسسات الإسلامية في فرنسا الغرب عموما حتى الآن لم تتبرق من القائمين بهذه الاعتداء يعني نرى إدانات من الشخصيات ورموز الإسلامية إدانات لما حدث ولكن لم تخرج حتى الآن مؤسسة إسلامية لها وزن لتعلن تبرقها من هؤلاء وما قاموا به صحيح وبالتالي السؤال مطروح في المجتمع الفرنسي وفي المجتمع الغربي ببساطة حتى من المتعاطفين مع العرب ومع المسلمين لأن هذا أمر غير مفهوم هنا غير مفهوم هي بالنسبة لهم رسومات ومن الغير المفهوم أن ترد على رسومات بالرصاص وبالتالي ينظرون إلى المسلمين هنا متسائلين في أفضل الأحوال يتساءلون يعني ما هو موقفكم في نهاية الأمر مما يحدث كيف يمكن أن توافقوا أو تسكتوا عن شيء من هذا القبيل نعم على كل هي الموازين مختلفة في هذا الاتجاه حتى أن إدانة المسلمين لهذه الأحداث التي تمت لهذه الصحيفة وجدت استنكار من بعض المسلمين هنا باعتبار أنهم أثرفوا ربما في الإدانة وهناك أيضا ملايين المسلمين يموت في أجزاء متفرقة من العالم أنا أشكرك لك الأستاذ وليد عباس الصحفي في مونت كارلو شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة المهمة أنتقل إلى الرياضة الأستاذ عبد الرحمن الطريري من جديد الأستاذ عبد الرحمن الآن حدث ما حدث وشارلي إبدو ردت بطريقتها على ما حدث لها من اعتداء ما هي تدعيات ذلك إلى أي مدى يرجعنا ذلك المربع الأول إلى أي مدى يمنح ذلك المتطرفين المغالين فرصة من جديد ربما لكي يقولوا نحن هنا أولا أعتقد أن ستكون أبرز المستجدات هي زيادة الضغوط الأمنية إذا صح التعبير على المسافرين داخل أوروبا من المسلمين وحتى العرب لأنه لا أعتقد أنهم سيفرقون ومعتمدون على العرق أكثر وأعتقد في أمريكا سيحضر التصرفات نفسها أعتقد أنه ساهمت في مشاعر عداء ضد المسلمين على مستوى شعبي رأينا مظاهرات خرجت في ألمانيا في أكثر من عشرين ألف شخص ضد الإسلام وحاولت إنجلا ميركل وبعض الوزراء أن ينزلوا في مظاهرات مضادة وأن يقولوا كلنا ألمان أي أن كان ديننا أو أو ملتنا أيضا في باكستان ظهرت مظاهرات مؤيدة لقتل الصحفيين في شارلي إبدو لأنهم يرون أنهم قتلوا كفارا يرسمون رسمات معادية للرسول كما قلت قبل قليل الزاوية مختلفة بيننا وبينهم كيف ننظر إلى الموضوع نحن ننظر أنهم أساء إلى أهم رمز في ديننا هم ينظرون أنه لا يجب أن يرد على رسم بقتل ففي اختلاف في المعايير رئيس التحرير السابق الذي اغتيل ذكر في كلمة شهيرة له قال أنا فرنسي مقدسات المسلمين ليست مقدساتي وما أفعله لا يخالف القانون الفرنسي نعم على كل سأعود إليك دعني أنتقل للقاهرة دكتور مختار غواشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية مساء الخير دكتور أهلا 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 الله حيك قبل التعليق على ما حدث من شارل إبدو ورد فعلها الصادم للمسلمين في العالم دعنا نتابع استطاعات الشارع المصري حول ما حدث ومن ثم أعود إليك ده كل ده تهريب مالوش معنى والمفروض أننا ما نهتمش بالصور لأنه ده يدلها اهتمامنا زايد ده يدلها خيمة ومعنى لكنها ليست لها خيمة أو معنى اللي خلي حصل حاجة زي كذلك أننا أن الجريدة بدأت بنشر حاجة زي كده بنشر حاجة زي كده بنشر حاجة زي كده فطبيعي أن أنا أرد طريقة الرد بقى بتختلف بس ووه ما يصحش أن أنا أنشر أساساً حاجة زي كده فده طبيعي أن أنا أرد يعني حدفتني بحاجة فأنا أحدفك بحاجة ما ده طبيعي أن رد فعلي مني أن أنا سأعمل صورة أضرابك ده رد فعلي طبيعي مني أنا هم شايفين أن نحن عندنا إرهاب وما يحصل عندنا إرهاب ده وضع عادي لكما يحصل عندهم صحفين يتقتلوا في فرنسا في حد يحصل في ألمانيا يأوموا الدنيا ويتهموا الإسلام دكتور مختار مساء الخير من جديد ويعني هكذا ردت شارلي إبدو بهذه الرسوم الجديدة المسيئة للإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم الآن فيما يتعلق بردود الأفعال تجاه ما حدث يعني البعض ينادي بأن لا يمنح هكذا حدث أكبر من حجمه ونمنحه قيمة نحن كمسلمين ونثور ونخرب ونحرق إلى مدارك من هذه التفاصيل وأن تكون هناك وسائل احتجاج أخرى البعض الآخر يقول فكاكة من ذلك وأن الغضب عندما تمثل المقدسات لا يستطيع الشخص أن يسيطر عليه كيف ترى ردود الأفعال على ما وقع يعني بالتأكيد وأنت تتحدث عن الصراع من وكهة نظري اللي بتحاول تخلقه لصحيف شارلي إبدو ردا على التعدى عليها يعني أنا من وكهة نظري الصراع لما يكون مرتبط بالمقدسات ومرتبط بعقيدة بشر ومرتبط بعقيدة مليار وأكثر من 500 مليون مسلم دي مسألة خطيرة من وجهة نظر والقضية في رد الفعل لاسل قضية حكومات قضية دبط أفراد من الممكن أن هم يتهوروا وبيقوموا بعمليات تخلق عمليات زي ما حدث من حالة التعدي على الصحيفة في حد ذاتها وما تم والتعاطف الكبير اللي رأيناه من كثير جدا من القادة الأوروبيين المستشارة الألمانية رئيس وزراء إيطاليا رئيس وزراء إنجلترا اللي كانوا موجودين في باريس في المظاهرة الشهيرة يوم الحد السابق أنا من وكهة نظري أن على الحكومة الفرنسية أن يكون لها موقف جاد في هذه المسألة لأن القضية مش قضية رد فعل حكومة أو قضية رد فعل مؤسسة القضية الآن أصبحت أن هناك أفراد من الممكن أن يقوموا بعمل طائش إن صح التعبير أو عمل متهور ردا على عقيدة من وكهة نظر هؤلاء الأفراد فيها إساءة لنبيهم وللرسول عليه الصلاة والسلام فيها رسالة الإساءة لعقيدة سامية ورسالة مهمة جدا وهي رسالة الإسلام ودي مسألة صعبة جدا ضبطة على مستوى الشعبي أو على مستوى الأفراد أنا من وكهة نظري أن المسألة خطيرة أو جد خطيرة إن صح التعبير والحكومة الفرنسية والحكومات الأوروبية عليها أن تتحمل عليها أن تعطي نصيحة لهذه الجريدة والغير من الجرائد بأن مسألة الإساءة للإسلام أو الإساءة لعقيدة أخرى بخلاف الإسلام مسألة غير مقبولة على الأقل في هذا التوقيت بالذات نعم دكتور مختار غباشي هل ترى أن هناك قصور في فهم الأديان خاصة الإسلام لدى الغرب إلى أي مدى البعض ينظر يعني كثير من الغربيين أنا في تقديري بأنهم ينظر الإسلام على أنه دين عنف ودين مغالاة تأثرا بما يقرؤوه وهم أحيانا أثيري الاتجاه الواحد يعني دون البحث في كثير من المصادر والتفاصيل لا من الممكن أن تأخذ المسألة على أنه برضو من الممكن أن يكون هناك قصور في فهم الرسالة هذه الرسالة العظيمة وهي رسالة الإسلام للكثير جدا من الناس لكن في نفس الوقت خلينا نعترف ونكر بأنه ما ننضم إلى الإسلام طوال الفترة السابقة كان عدد كبير جدا وكان هناك إحصائيات كبيرة جدا تتحدث عن هذا النطاق ومن الممكن أن نأخذ الموضوع من زاوية ثالثة بأن هناك أطراف أخرى من مصلحتها أن تؤجج هذا الصراع بدرجة أو بأخرى يعني وخلينا يعني نتكلم صراحة من مصلحة إسرائيل من مصلحة الصهيونية العالمية بدرجة أو بأخرى أن هي تغل من حجم التعاطف الذي من الممكن أن يتاح بين فرنسا وبين مثلا القضية الفلسطينية أو بين فرنسا أو بين إنجلترا أو بين أي دولة أوروبية المسألة لها أبعاد كثيرة جدا بخلاف مسألة فهم الإسلام أو التهام الإسلام بالإرهاب في حد ذات من الممكن أن يكون توظيف المسألة لخدمة أغراض سياسية وأنا أراها من هذه الزاوية الحقيقة أستاذ عبد الرحمن الطلالي أعود إليك في الرياض وأتساءل الآن ربما عن ردود الفعل المتوقعة لهكذا حادث نحن رأينا بأن المسلمين من قبل أحرقوا وقامت المظاهرات الغاضبة هل تتوقع نفس رد الفعل هذه المرة؟ لا أتوقع نفس رد الفعل لكن الحكومات الأوروبية التي كانت أو البرلمانات الأوروبية التي كانت تذهب تباعا للاعتراف بدولة فلسطين وشاهدنا فلسطين لأول مرة يرتفع علمها في البطولة الأسيوية وشاهدناها تنظم للمحكمة الجنائية أعتقد أنه أكثر كما ذكر ضيفك من قاهرة أكثر الناس سعادة بما حدث هو الإسرائيليين لأن هذا يضغط أكثر على الحكومات الأوروبية أن لا تكون داعمة نعرف فرنسا لها مواقف جيدة سياسيا في السنوات الأخيرة هي عضو أساسي فيها الحرب على داعش هي دعمة الشرعية في مصر كان لها موقف واضح من نظام بشار الأسد كانت من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين أعتقد أنه عندما يخرج السلاح كأنك تسقط أنت الخيارة الدبلوماسية أكثر أنا أشكرك حقيقة الكاتب والصحفي الأستاذ عبد الرحمن الطريري والكاتب في صحيفة الحياة شكرا جزيلا لك على هذا التعليق في معرض الحديث عن شارلي إبدو وكيف ردت أنا أنتقل إلى القاهرة الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي لدراسات الاستراتيجية دكتور الآن يبدو أن نشر هذا الرسم الموسيق قد صب النار على الزيت من جديد كيف سترى أفق المسائل على كل المستويات في المرحل القادمة يعني عشان كده إحنا قلنا أن على الحكومة الفرنسية بدرجة أو بأخرى أن تتحمل مسؤولية ذلك وأن يكون هناك موقف حكومي موقف سياسي القضية الآن لست قضية حرية التعبير أو حرية رأي أو أن جريدة يعني بتنشر مثلا رسومات موسيقى للإسلام أو إلى آخر من هذا القبيل أو قضية الآن أصبحت تمس كثير جدا من البشر أو جموع غفيرة من المواطنين في العالم حول العالم مليار وخمسمائة مليون ناسمة وأن هذه المسألة لا تضمن أنك بشكل أو بآخر أن تحد في كثير جدا من العمليات المتهورة التي أشارنا إليها سالفا ومن هنا لما حصل عملية التعدي على شرل إيب دور أن الحكومة الفرنسية والتعاطف الفرنسي لأينا كثير جدا من الحكومات الأوروبية أتت إلى باريس في ظل تظاهرة ومن هنا المسألة أخذت بعد السياسي بعيد عن بعد النشر أو بعد الحريات أو إلى آخر من هذا القبيل ومن هنا الحكومة الفرنسية من وكهة نظري لابد أن يكون لها موقف مش عايز أقول موقف حاد مع هذه الجريدة لكن على الأقل عليها أن تكون قاطعة معها بأن مسألة امتداد هذا النشط لمسافات بعيدة بهذه الدرجة من الممكن أن تصير حواجز كثير جدا من الأفراد ومن الممكن أن تعرضنا إلى مشاكل نحن في غنى عنها كفرنسا أنا من وكهة نظري المسألة السياسية وعلى الحكومة الفرنسية أو الحكومات الأوروبية إن صح التعبير أن تنظر إلى هذا الأمر بعين الاعتبار وأنه بشكل أو بآخر بيشكل خطر كد يكون هناك فيه حدية مواكة يعني نحن في غنى عنها أنا أشكرك نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية دكتور مختار غباشي كنت معي من القاهرة شكرا يزيلا لك بعد الفاصل إلى الملف الاقتصادي في هذه الجولة ونقف على الكويت التي تريد أن تنفق 155 مليار دولار لمشاريع تنموية رغم تراجع أسحار النفط الكويت أسعار النفط تواصل الهبوط بعد خفض توقعات النمو العالمي الكويت تؤكد أنها لم تتوقع حبوط أسعار النفط لهذا الحد قطر وشيل تلغيان مشروع بيترو كيماويات قيمته 6.4 مليار دولار موسكو تعتزم تعديل قواعد الميزانية لتتماشى مع تراجع النفط وزير المالي الروسي يدعو لخفض الإنفاق موسيقى إلى الكويت النائب محمد الجابري عضو مجلس الأمة الكويتي ذكر بأن الحكومة الكويتية تنوي إنفاق 45.5 مليار دولار في مشاريع خلال السنوات الخمسة المقبلة يعني خطة خمسية على الرغم من انخفاض أسعار الخام وأضاف الجابري وهو أيضا أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الأمة إنه الإنفاق المتوقع سيشمل حوالي 523 مشروع حيوي على مدى خمس سنوات ابتداء من العام المقبل مطلع أبريل نيسان نتابع التقرير ونذير حوار مع الاعتراف بالضغوط التي يمثلها تراجع أسعار النفط على الميزانية العامة للدولة فقد أثيرت مخاوف من أن تراجع أسعار النفط قد يدفع بإعادة النظر في مخططات التنمية وما تتضمنه من مشروعات لكن يبدو أن المشروعات سوف تستمر وقد تزيد حتى ولو تضمنت مستويات عالية من الإنفاق المشاريع كثير منها قائمة فصعب أن تشطب مشاريع والكثير من المشاريع الخمسمية وشوي مشروع التي ادخلت الخطة وخاصة السنة الأولى من الخطة الإنمائية الثانية مشاريع مستمرة هناك حوالي 29 مشروع جديد سيبتدأ لكن السنة الأولى ما ستكون فيه مصاريف كثيرة وكثير من هذه المشاريع كذلك إما يمولها القطاع الخاص أو تكون عن طريق شركات تسام فيها الحكومة وبالتالي المشروع ليس بكامله ممول من قبل حكومة وقد أعلن نواب في مجلس الأمة عن خطة لإنفاق 155 مليار دولار على نحو 520 مشروع تنمويا يستأثر قطاع النفط بحصة كبيرة منها حيث أن جدوى المشروعات التطويرية النفطية وجدوى مردودها بعيد المدى يبقيها على رأس الاهتمامات ويبعدها عن أي شبح لإعادة النظر فيها دائما كانت مشاريع تطوير الطاقات الإنتاجية مجدية لأن السوق النفطي سوق متقلب هناك أوضاع غير مستقرة سواء أوضاع اقتصادية أو أوضاع سياسية ومرت فيها بعض الدول المنتجة وهكذا كانت هناك أزمات كثيرة في بعض هذه الدول أدت إلى انقطاع الإمدادات من عوض هذه الإمدادات؟ عوضتها الدول التي لديها طاقات إنتاجية الدول الخليجية مثل السعودية، الكويت، الإمارات مشروع الوقود النظيف الذي يتكلف نحو 16 مليار دولار وما يزال قيد التنفيذ هو أحد الأمثلة على هذه المشروعات العملاقة فالمشروع حسب المعنيين لا يرفع من مستوى تنافسية النفوط الكويتية فقط بل يكاد في ظل الحرص العالمي على البيئة يكون سببا لبقاء النفط الكويتي واستمراري لأن مستوى الكبريت اللي في نفوطنا حاليا وفي منتجاتنا عالية نسبيا إلى ما يوجد في السوق وبالتالي كان لزام على دولة الكويت أن تجاري المواصفات المعهودة وبالتالي اضطرت إلى إجراء هذه التحسينات فهو مجبورة أكثر مما هي مخيرة للبقاء في السوق تراجع أسعار النفط لا يكتفي بتسليط الضوء على خلل المعادلة الاقتصادية بل هو يدفع دفعا نحو تبني سياسات تستند على إيجاد مصادر أخرى للدخل تحافظ على مستويات الإنفاق الجاري حتى في ظل تقلبات أسواق النفط وتحولاتها أسامة رشيد سيم بيسي عربية الكويت وسيكون معنا من الكويت الدكتور عادل حمد الروم المحلل الاقتصادي ولكن دعونا حتى نتهيأ لذلك فنيا نتابع كيف أغلغت الأسواق الزميلة ما يستنقل معها التفاصيل نذكر بها ومن ثم نعود لموضوع الكويت والإنفاق تبينت المؤشرات الخليجية مع نهاية جلسة يوم الأربعاء ما بين الارتفاع والانخفاض ورأينا التراجعات الطفيفة على مؤشر سوق دبي رغم التراجعات التي كانت في بداية الجلسة وتراجع بأقل من عشر النقطة المئوية عند مستوى 3841 نقطة قيم التدولات تجاوزت المليار ومئتي مليون درهم ورأينا إعمار يتخلى أيضا عن المكاسب التي كان حققها في الجلسة الصباحية ليغلق عن مستوى 7 دراهم 70 فلس رابتك كان بالمقابل على ارتفاعات بحدود 1.16 النقطة المئوية أما بالنسبة لأبو ظبي أيضا التراجعات كانت طفيفة بحدود 10 النقطة المئوية رأينا الدعم اليوم بالارتفاعات التي طالت السوق من الأسهم العقارية تحديدا الدار العقارية بحدود 18 النقطة المئوية ولكن بالمقابل كان في تراجع على اشراق العقارية بحدود الفلس عند 81 فلس مع نهاية الجلسة عمان كان عليه مكاسب اقتربت بحدود 1 في المئة قيم تدولات وصلت لأكثر من 9 مليون ريال وكانت الشرقية للاستثمار دعمت هذا الارتفاع في سوق مصطة وكذلك الجزيرة للخدمات وصل مؤشر قطر التراجعات في جلسة اليوم بحدود نصف النقطة المئوية فقدنا من جديد مستوى 12 ألف نقطة عند 11 ألف وثمانمائة وسبعة وسبعين نقطة وكان الضغط الأساسي من كيو ان بي الذي تراجع بأكثر من 2% على خلفية التوزيعات التي أعلنها البينك والتي لم تكن مرضية للكثير من المستثمرين رأينا صناعات قطر أيضا للجلسة الرابع على التوالي يستمر بالتراجعات عند مستوى 146 ريال مئة درهم في البحرين المكاسب وصلت إلى حدود ربع النقطة المئوية بدعم من قطاع الصناعات وتحديدا من سهم ألبا وأيضا الكويت كان عليه ارتفاعات لكافة المؤشرات والساري استطاع أن يكسب حدود ربع النقطة المئوية وصل قيم تتاولات تجاوزت 27 مليون دينار والإقبال على الأسهم القيادية دفع السوق لهذه المكاسب في السوق السعودي اليوم رأينا أيضا مكاسب بحدود 17 نقطة المئوية قطاع البيترو كيم كان الدعم الأساسي مع عملية تراجع لبعض القطاع المصرفي على خلفية الضغط من قبل سهم الراجحي وقيم التداولات أيضا تجاوزت مستوى 8 مليارات ريال إذن مشاهدي الكلام نعود إلى الموضوع الملف الاقتصادي في هذه الحلقة ونحن نتحدث عن الخطة الخمسية التي تنوي الكويت تفعيلها في إنفاق نحو 155 مليار دولار في المرحلة المقبلة مرحلة الخمسة النوات القادمة في مشاريع حيوية لعل النفط وتنويع أنشطته يستأثر بالنصيبة الأكبر من هذه المشروعات كيفية هذه الخطة الأموال التي رسدت لها أنتقل إلى ضيفي في الكويت الدكتور عادي الحمد الرومي المحلل الاقتصادي دكتور مساء الخير أنا شاكل لوجودك معنا وأخبار جيدة في ظل هذا التراجع لأسعار النفط أن تتجه الكويت هذا الاتجاه وتعلن عن خطتها الخمسية بصرف 155 مليار دولار على ماذا ترتكس هذه الخطة في تقديرك السلام عليكم عليكم السلام بسم العرمى الرحيم شاكل لكم وشيء المقابلة هذه طبعا خطة التنمية التي رصدت لها المبالغ هذه هي ترجمة لورية صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله رعا شيخ صباح الأحمد الصباح وكلنا نعلم بأن خطة التنمية هذه ليس بشيء جديد إنما دراسة بدأت من 1984 وتم أقرارها في مجلس الأمة في عام 2010 والآن بدأت بوادر هذه المشاريع بالظهور حاليا على سبيل المثال جزر مدينة جابر اللي هو يربط مدينة صبية في الكويت وكذلك مشروع الحرم الجامعي اللي يحتوي على مجموعة من الكليات بالإضافة إلى مستشفى في هذا المبنى وطبعا هذا صرح كبير جدا كذلك عندنا ميناء مبارك الكبير اللي يقع في جزيرة بوبيان ويمتد بثلاث جسور إلى منطقة الصبية أو مدينة الحرير ونتكلم عن مدينة الحرير هم كذلك في عندنا مدينة الحرير هي مدينة متكاملة جدا كبيرة تستوعب جميع الطلبات الإسكانية القادمة وهم في المستقبل لـ 2035 في عندنا كذلك مستشفى جابر في منطقة جنوب السرة هم كذلك صرح كبير في قطاع الصحة نعم جيد طبعا هذا كلها من ضمن خطط التنمية وانا نرى بوادرها بالظهور في عندنا نعم دكتور عادل نلحظ أن الأنشطة النفطية أو ذات العلاقة بالنفط وتطويرها تستأثر بجزء كبير جدا من هذه الموازنة التي ترصد لهذه الخطة الخمسية هل يعني ذلك أن الكويت ماضية قدما في طريق النفط رغم أن النفط أصبح الآن ربما يقلق بعض الشيء والكل يدعو للفكاك من النفط بطريقة أو بأخرى تحسبا للقادم هل تعاول الكويت على ذلك أم أن هذه المساريع تشكل قيمة مضافة للنفط وليس تسير في طريقه التقليدي بداية يعني انخفاض النفط أتمنى أن يكون هذا الدرس سواء لدولة الكويت أو لدول منتجة للنفط وأتكلم عنها بالأخص دول الخليج فهي الوقت الذي ننتبه إلى أنه عدم اعتمادنا على مصدر واحد للإرادات فأعتقد الوقت الحالي يعطينا الدرس كبير جدا للمستقبل أنه ننوع في مصادر الدخل هذا واحد أثنين الأرصد التي تم رصدها لقطة التنمية هي مرصودة مثل ما أنا قتلك من 2010 بعد ما قررها مجلس الأمة في ذاك الوقت والمبالغ التي توقع أنها موجودة في وزارة المالية والبنك المركزي حاليا أما انخفاض النفط فتوقع أن انخفاض مؤقت انتمنى من الله سبحانه وتعالى أن لا يستمر أكثر من ثلاثة أشهر أو ستة أشهر القادمة وأتوقع أن سعره حاليا يعتبر سعر القاعة توقعان حاليا لأن العالم قاعد ينتعش وقاعد يتطور وعدد السكان في تزايد مستمر وكذلك أن مصدر النفط حاليا كاحتياطيات قاعد يقل في الدول كلها المصدرة للنفط فالاحتياطيات القلب الآن قاعد تستهلك ومن ثم الكميات الموجودة في باطن الأرض قاعد تنخفض وبالتالي هذه كلها معشرات أن موضوع انخفاض النفط إن شاء الله لن يستمر في النزول أكثر من ما حصل نعم دكتور عادل حمد بطبيعة الحال أن تتوجه الكويت هذا التوجه في ظل هذا التراجح هذا يحمد للكويت وأن تبضي قدما ونفق هذه الخطط ولكن والحديث ليس لي الحديث لكثير من المراكبين من الكويت نفسها بأن كثير من الخطط في الكويت عندما تأخذ طريقها إلى عرض الواقع تتعثر بروقراطيا وإجرائيا ولا تتحول إلى حقائق بكثير من العقبات في هذا البلد يعني إلى أي مدى هذا الحديث في تقديرك دقيق إلى أي مدى ينبغي للكويتين إذا أرادوا أن يحولوا هذه الخطة إلى واقع أن يغيروا ربما من وطيرة العمل بها وأن تكون نفق من تطلبات العصر الحديث من حركة وديناميكية وتفعيل وخطط إلى ما ذلك من هذه التفاصيل كرامك أتوقع أن أكد عليه من السهل جدا أن نعمل الدراسات والخطط في أي دولة في دول العالم وإن كانت حتى دول متطورة ولكن الأصعب هو القدر على التنفيذ هي المشكلة للتواجه أي خطة في العالم ما أخفي عليك ونحن عندنا الشجاعة الكافية في دولة الكويت ونحن بلد ديمقراطي ونتميز في هذا السلك عندنا البيرغراطية وعندنا طول الدورة المستندية كذلك عندنا بعض من الفساد الإداري والمالي وعندنا أحيانا عجز في قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع لسوء الإدارة حيث أن عندنا المشكلة لا تكون في التمويل التمويل موجود حاليا ومتوفر الله الحمد وكذلك الموارد البشرية متوفرة وباقتدار لكن المشكلة عندنا حاليا في الإدارة وهذه الإدارة ممكن أن نتجنبها ونسيطر عليها من خلال الإنجاز أو ترجم الخطط هذه إلى واقع على الأرض ومثل ما أنا ذكرت في بداية لغائي معاك حاليا نشوف بوادر خطط التنمية على أرض الواقع اللي يمر مثلا جنوب السر سيشوف مستشفى جابر اللي يمر على البحر سيشوف جسر مدينة جابر كذلك الصرح والحرم الجامعي حاليا اللي يمر الصبوية سيجد هناك البناء على قدم وساق كذلك مطر الكويت تتم ترسية المناقصات فإذن الأمور في طريقها إلى التنفيذ المحتاجين فقط نوع من التفائل أحنا لا ننظر إلى الناس المتشائمة لأن التشائم هذا موجود في كل مجتمع في جانب متشائم وفي جانب إيجابي أو متفائل أحنا ننظر لبلدنا بلد متفائل وأحنا الشعب قادر أن نحول الخطط هذه إلى إنجازات وما هو صعب علينا أن نحول هذا الأمور كلها إلى إنجاز وننجح ورح ننجح فيها ولا ننسى أن دولة الكويت أو الشعب الكويتي مبادر وعنده أبداع كبير على سبيل المثال دولة الكويت أول دولة خططت في عمل الجزر البحرية من أيام الله الرحمن جاسم خادم الزوق وكذا أخذتها الفكرة دبي ونفذتها وكانت موجودة هذه الفكرة في السبعينات والستينات في دولة الكويت كذلك مشاريع الموجودة في دول خليج أكثرها مشاريع من تمويل وأفكار دولة الكويت شكرا جزيلا لك الدكتور عالي الحمد الرومي المحل الاقتصادي على هذا الحديث كنت معي مباشرة من الكويت شكرا جزيلا لك بعد الفاصل مشاهدي الكرام نحن أمام موضوع مهم خاصة في ظل حالة الاحتقان التي تسود العالم ونحن نتمنى أن يكون العلم هو الحل التبادل العلمي والبعثات الثقافية هنا وهناك إلى أي مدى نعول عليها في أن تزيل الحواجز بين الشعوب موضوع سنتناوله بالتفصيل في الجزر القادم ومعنا ضيوف حقيقة أعزاء من مختلف عن حالة العالم هذا الفاصل اشتركوا في القناة ويزعد مسافكم بكل خير مشاهدي الكرام نحييكم من جديد والحقيقة أنا أفسحت المجال في الأستوديو من هذه الجهة لأن ضيوفنا ما شاء الله اليوم كنا نتمنى أن كلهم نستقبلوا أكثر من عشرين طالب وطالبة يأتوا إلى دولة الإمارات في إطار برامج الزيارات العلمية بين الدول ونحن نعرف على تجربتهم هذه ومعنا جزء منهم يمثلهم في الأستوديو ومعنا على رأسهم البروفيسور موفق صيداوي مدير هذا البرنامج مدير برنامج التباذل العلمي بين الجامعات الأجنبية وجامعات الشرق الأوسط بروف موفق مساء الخير وأنا سعيد أن أستضيفك من جديد نحن استضيفناك في هذا البرنامج وكنت تشرح سيورتك أو زي أقوله نظرياً عن هذه الأفكار لكن اليوم يبدو أن البيان بالعمل وأنت معك كل هذا الزخم والمجموعة الكبيرة من الطلاب في هذه الزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة ويمكن تقول لي دول أخرى يعني بطبيعة الحال أدينا فكرة في البداية كده عشان نشرك معنا المشاهدين اللي ما تابعونا في لقاءة سابقة شكراً لأستضافتك لألي ولا طلابي شرف لأننا نطلع الهوى معك أستاذ الطيب هلا أنا معي 21 طالب وطالبة من جميع أنحاء العالم بروغرام بلشنا فيه بالجامعة عندي من خمس سنين لحتى نعطي نغير نظرة المجتمع الغربي على بلادنا على تقاليدنا على عاداتنا وعلى طريق تبادل الحضارات اللي عنا موجودة فمعي 21 طالب وطالبة من جميع أنحاء العالم وطالبتين من المملكة العربية السعودية جميل ونحن سعيدين الحقيقة بكم ويمكن الطالبات من المملكة العربية السعودية بيشرفون أيضاً في الاستوديو الطالبة بيان جمال وزهراء الرشيد من جدة والرياض على التوالي نحن سعيدين بأننا نرحب بكم إيش الفوائد اللي لمستوها أنتوا؟ أنا بعرف أنكم تقرأوا أو تحضروا الماستر والميستير في سان فرانسيسكو وتأتوا لهذه الزيارة لدولة الإمارات أيضاً في إطار هذا التبادل الثقافي والإمارات أكيد ما غريبة عليكم يعني كيف ممكن تكلمين عن هذه الأجواء والميستير؟ هي حلوة تجربة لأنه بنشوف على طول أنه كيف ردت فعل الأمريكان وفهمهم لما بيشوفوا الثقافة حقتنا هنا وبتنشرح لهم بيشوفوا هي جاية من إيش بالظبط بدل ما أنه الفهم اللي بس يشوفوا بالمنظر مثلاً الستات اللي كلهم غطايين أو الرجال اللابسين تياب أو أنه لما يربطوا الإسلام بالعنف أو الأشياء هذه بدأوا يفهمون أكثر بدأوا يعرفوا كيف أنه الدول العربية فيها تطور وفيها في مجالات كثيرة بتوصل للأماكن الكويسة جيد يا بيان وفي الحديث بيان يا زهراء زهراء الرشيد أيضاً كيف استطعت أن تستفيد من هذا البرنامج الشيء اللي أضافوا لك هذا البرنامج وأنت من السعودية وتدرسي في سان فرانسيسكو والآن مع مجموعة من الطلاب من مختلف أنحاء العالم لا شك في أن هذا تلاقح ثقافي مهم طبعاً إحنا سفراء من المملكة العربية السعودية الأمريكا بنرسلهم حضارتنا بنوريهم بنتبادل الحضارات بنعرفهم أكثر على الدول الخليجية الأشياء الجميلة عن العادات مثل الضيافة والكرم هذه العادات والتقاليد بتخلينا نخلق جسور بيننا وبين الدول الغربية تخلينا نفهمهم أكثر ويفهمونا كثير من الأمريكان في السعودية في كميونيتي كبير من الأمريكان إن شاء الله ساعدنا هذا في المستقبل لما نرجع نشتغل فهم البعد الثالث من خلفيتهم من فانجيين نقدر نحلل المواضيع بشكل أحسن ونخلق إن شاء الله بيئة عمل صحية جميل جميل بروف صيداوي الآن الطلاب من غير العرب يعني الإمارات والسعودية حاجة واحدة لكن اللفة الطويلة هي التي خلقت هذا التراكم الثقافي وهم يقارنوا بين أقرانهم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الإمارات ما هو انطباع الطلاب الأجانب عندما يحضروا في هذه الزيارات؟ الطالب الأمريكي عنده شغف عنده حب المعرفة والإنسان بحد ذاته بأي دماني بيشتغل فيه هو رسول يعني كلنا أجينا على الأرض لنقدم رسالة كنا عم نشتغل كفران أو كأستاذ أو كمحاضر أو كموزيع كل إنسان عنده رسالة من طريقة تعاملنا معهم فينا نحببهم بالمبادئ اللي ربينا عليها ونقربهم مننا وبنفس الوقت فينا نجيبهم لعنا فيمكن تقربي من الطلاب وشغفهم هنه وحبهم للمعرفة والاستطلاع خلق عندهم هال نبدأ يجي على الشرق الأوسط اليوم سألتهم نحن وراجعين على القتال بعد ما خلصنا الزيارات اللي عنا كم واحد منكم بيحب يطلع يشتغل يجي على الإمارات كتير رفع وأيديهم يعني من جميع العالم فقالهم يومين بالإمارات وتغيرت فكرتهم وأكيد الطلاب العرب اللي عنا بالجامعة مثل زهراء وبيان عم بيغيروا نظرة لأنه طالب لطالب فيه تعامل فيه تآخي فيه تبادل آراء فبتجعل الإنسان أنه يغير فكرته فكل واحد منا رسول وإن شاء الله منكفيها الرسالة أنا ما عم أقدم شي جديد العرب وصلوا للصين وصلوا للهند وصلوا لأكثر أنحاء العالم بالزمان فنحن عم نكمل الرسالة بدو فيها أجدار صحيح لكن يا بروف يمكننا الآن في وقت أكثر ما نحتاج لهذه رسالة وأنت تعلم حالة الاحتقان في العالم والعلاقات التي تمر كل يوم بمنعطف جديد وشار لإبدو والرسوم وعدم فهم الإسلام وعدم فهم المسيحية والحوار بين الثقافة وإلى ما ذلك طالب الأستاذ بيان جمال يعني إلى أي مدى نحن نحتاج في عالم اليوم المعاصر إلى هذا النوع من التلاقح الثقافي والتلاقي إلى أي مدى يعني أنت تحس بأنه الأمريكان كشعب مثلا يحتاجوا أكثر لأنه يفهمونه بشكل أكثر عمق ربما حتى يستطيعوا أنه يحكموا علينا أنت تعرف أن الأمريكان حيانا يتأثر بالإعلام ما يشاهدوه يعني كثير منهم يتقيل هذه المنطقة صحراء وإبل ونفط وإلى ما ذلك هذه الصورة النمطية يجب أن تتغير بفضلكم مؤكد هو إلى مدى كبير يحتاجوا هذا الشيء وكمان هو من الناحيتين أنه هم يحتاجوا يفهمونه وإحنا نحتاج أن نفهمهم لما نكون إحنا في عالم تاني في بلد تانية وما بيشوفونا قدامهم ما بيتعاملوا معنا ويتواصلوا كإنسان فما بيستوعبوا أنه إحنا عادي بنأدمين زينا زيهم فوقتها أنه ما بيقدروا يستوعبوا والأشياء دي وبتصير الأشياء اللي زي تارلي يبدو كذا ونفس الشيء إحنا إحنا قاعدين في بلدنا إذا ما رحنا ما تعاملنا معهم ما تكلمنا ما تناقشنا في نقاشات مفتوحة وتبادلنا الآراء ما حنوصل لأننا نفهمهم ونعرف قدي إحنا عقولنا والبشرية فينا زي بعض صحيح زهراء الرشيدة أنا كنت أتوجه لك بالسؤال لكن انتهى البرنامج الحقيقة للأسف الشديد فحنخلي هذا السؤال معلق لحين الاستضافة في المرة القادمة وهذه كانت مجرد لمحة وإشارة لما تقوم به من عمل كبير على رأسهم البروفيسور موفق صيداوي مدير برنامج التبادل العلمي بين الجامعات الأجنبية وجامعات الشرق الأوسط إن شاء الله موفقين دائما والحقيقة نحن سعيدين أيضا أنه يكون معانا الطلاب الأجانب أيضا في هذا السياق وهم بيحضروا معانا الحقيقة في الستوديو ممكن ندعوهم يتفضلوا كذا شوية يعني في لقطة تلفزيونية جماعية هذين الطلاب من الولايات المتحدة صحيح نحن سعيدين بالرحب سعيدين جدا بكم ومشاهدين ومشاهدين الكرام ومشاهدين الكرام ومشاهدين الكرام شكرا جدا لكم ومشاهدوا ربما هذا التلاقح الثقافي هذا التلاقح العلمي مجموعة من الطلاب فقط بمثلوهم أكثر من 20 طالب من سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية يزوروا دولة الإمارات يتعرفوا على عاداتها وثقافتها وإنسانها وبالفعل أيضا هناك طلاب من الإمارات يسهبوا إلى أمريكا يتخيل لي بهذه الطريقة ممكن أن نقرب كثير من المسافات شكرا لجميع ونفمن لكم كل دوام التوفيق شكرا لجميع